دكتورة سعر يعني احنا بنسمع كتير عن مصطلح ريادة الأعمال ورائدة الأعمال ايه الفرق بينها وبين المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتنهيد الصغر ويهي اللي بيميز ريادة الأعمال في مصر شوفي هو المشروع في الاخر هو مشروع لكن الفكرة جاية فين في اسلوب التنفيذ ده واحد ثم الفكرة ده اتنين يعني ريادة الأعمال بيتبنى فكرة مقتنعة بيها جدا وبيجرسها صح بيحطلها الأساسيات صح وبالتالي بيبتدي يشتغل فده مختلف كتير قوي ممكن المشروع الصغير تفزي تلاقي مثلا حد ينزل على العربية ويشتغل أكل ويأكل ناس وبتاع حاجة بسيطة سريعة فده بيختلف عندها فكرة ما فيهاش ابتكار يعني ما فيهاش ابتكارات كتير لكن هنا بتبقى ابتكار ولو انت مثلا شفتي نمازج عالمية جدا في المجال ده بيل جيتس، مايكروسوفت، أبل، جيفانشي، ليناريتشي كل دول دي بدأوا ريادة أعمال دي بدأوا ريادة أعمال دي بقت دلوقتي استثمارات بالمليارات ده خلي بالك بيل جيتس ده بدأ تحت بير السلم وقعد وهو واحد صاحبه وشغالين لما بدأت النهار ده مايكروسوفت دي مايكروسوفت اللي في العالم وما فيش ده تاني فده تعتبر يعني والأسماء الأخرى كمان لحضرك زكرتيها جمال فيه نيناريتشي كل دول بدأوا من دول كلهم عالميين يعني احنا نرى في مصر بصراحة أنا بعتبر عزة فامي ببقيت عالمية فعزة فامي ريادة أعمال مافي شك كمان نموذج ملهم جدا لريادة الأعمال المشروع الصغير اللي بيكبر وبيتحول العالمية لا قصة كمان الفكرة هنا ايه شوفي الأسلوب اللي بدأت بيه عزة عزة دخلت راحت ورشة من كتر ما كانت بتحب الحاجات دي بحبة تتعلم تشتغل ازاي فهي ثابت جمعة وثابت الدنيا وراحت قعدت في الورشة عشان تتعلم على ايد الناس اللي هما يقدروا يديلها الصناعة يديلها الفكرة تعمل ايه وتشتغل ازاي هي بقى بالأفكار بتاعتها بالدزاين بالكلام ده كله عملت التكوين الفريد فبقت عالمية النهاردة بالزبط ده الكلام اشتركوا في القناة